السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدين الكرام وأعظم الله لكم الأجر في هذه الأيام الحزينة وأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج قرآن على الرمح مشاهدين في هذه الحلقة سنتحدث عن أهم وأبرز مقامات الرأس الشريف للإمام أبي عبد الله الحسين عليه السلام في العديد من المناطق التي مر بها أو وضع فيها بحسب ما جاء في العديد من الروايات ولا بد من الإشارة بأن عددا من المناطق التي وضع فيها الرأس الشريف حاول أتباع وعملاء بني أمية طمس معالمها والقضاء عليها ومنع الموالين والمحبين لآل بيت النبوة عليه السلام من الذهاب إلى تلك المناطق المقدسة لغرض التبرك والدعاء عندها لكن الله عز وجل أخزاهم ورد كيدهم إلى نحورهم وها هي معظم تلك الأماكن المطهرة التي وضع فيها الرأس الشريف واضحة المعالم لجميع المسلمين الذين يتوجهون إليها وقلوبهم مملوءة حبا واحتراما لسيد الشهداء الإمام الحسين عليه السلام وعلى مر السنين وينفقون الكثير من أموالهم ومدخراتهم من أجل بناء وترميم وتطوير وتنوير أو تجميل هذه الصروح الشامخة التي بارك الله فيها وجعلها روضة من رياض الجنة وأن لهذه الأماكن المقدسة منزلة خاصة عند العلي القدير وعند رسوله الكريم صلى الله عليه وآله وعند الأمة الطاهرين بل وعند الموالين جميعا للعتبة الطاهرة التي اصطفاها الخالق عز وجل وطهرها من الرتس فهنيئا للمسلمين كافة من أبناء الدول التي تتواجد فيها هذه الأضرحة المباركة التي أكرم الله تعالى بها المسلمين بأن جعلها لهم ملاذا آمنا يقيهم بها من الشرور والمصائب التي يتعرض لها الإنسان ففتح لهم أبواب المغفرة والرحمة وجنبهم من الكوارث والمحن بأن جعل لهم هذه المقامات المقدسة منافذة لاستجابة دعائهم مشاهدين الكرام نبدأ بمقام قطع الرأس الشريف في كربلاء أو المذبح في مدخل الروضة الحسينية المطهرة في الجهة اليمنى من هذا المكان المبارك توجد باب في الضية ذات طراز هندسي رائع وتقع مقابل ضريح الشهيد حبيبي ابن مظاهر الأسدي ويتؤدي إلى مساحة صغيرة يوجد فيها شباك بسيط متواضع وضع في مكان يشع منه النور وهو مكان يثير الحزن والألم في قلوب المؤمنين ويسمى هذا المكان بالمذبح وهو المكان الذي قطع فيه رأس إمامنا الحسين عليه السلام من قبل عدو الله شمر بن ذي الجوشان الكلابي أحد قادة جيش عمر بن سعب الذي يزدحم المحبون والعاشقون للحسين وعلى مدار السنة في هذا المقام الشريف وهم يرفعون أيديهم بالدعاء والتوسل لله عز وجل أن ينعم عليهم بالرحمة والمغفرة بحرمة هذا المكان المقدس وهكذا أصبحت الأرض الطاهرة التي سالت عليها دماء الحسين الشهيد أرضا مباركة ومزارا لكل المسلمين على اختلاف مذاهبهم مشاهدين عند دخول السبايا إلى مدينة الكوفة وهي إحدى مدن العراق المعروفة أمر عبيد الله بن زياد بأن يطاف برأس الحسين في سكك الكوفة وبعد أن نفذ هذا الأمر وضع الرأس الشريف في منطقة تدعى بالحنانة وهي اليوم إحدى أحياء مدينة الدجف الأشرف وبعد مغادرة السبايا أخذ المحبون لآل البيت بالتوجه إلى هذه المنطقة لغرض زيارة المكان والتبرك به وكان هذا الأمر يجري بالخفاء خوفا من بطش السلطة الأموية وعند سقوط الدولة الأموية سنة مائة واثنتين وثلاثين هجرية شيد في هذا المكان مسجد صغير في هذه المنطقة وأعيد بنائه مرات عديدة ولا يزال قائما إلى يومنا هذا ويسمى اليوم بمسجد الحنانة أو مسجد رأس الحسين وجاء عن الأمة الأطهار عليه السلام أنه يستحب زيارة الإمام الحسين عليه السلام في هذا المسجد أما سبب تسمية المسجد بهذا الاسم الحنانة هو أنه لما وضع رأس الإمام الحسين في هذا الموضع سمع من رأس الحسين عليه السلام حنين وأنين إلى الصباح وهذا ما ذكره صاحب كتاب معالي السبطين كما أنه يزدحم المصلون في هذا المسجد ويؤدون مراسم الزيارة وطقوسها ويقرؤون زيارة أبي عبد الله الحسين صلواته الله وسلامه عليه إلى هنا مشاهدين الكرام نختتم حلقتنا من برنامج قرآن على الرمح نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر